قاعد يا صافر واحد كنت بتفتح به المندل يابا اني مش حقاوح معك ابن انت عندك حقا اني قلتان حقاك علي يا صافر كنت دهي المجزوم لما عرفت السكة دي ومشت فيها زي الأطف لكن خوفي عليك هو اللي خلني وقفت انت البرقة اللي خلتني مكملش خوفك علي لو كنت خايف علي بصحيح مكنتش عملت فيا كده كلامي اللي بتقوله ده يا صامر بالله خوفي عليك زي خوفي علي اخواتك بالضبط طب ليه ما فتحتش المندل بابنت حاسب دربتوا خدتوا معايا ومنفقش لكن انت لا انت كنت تشاور على الحاجة من اول لحظة تصيب على طول نوعا تفتكر ان انا بقول كده ان انا مش حاسز معلطتي لا هاني علطان بس ساعات الاهلي اختروا طريق اولادهم ويرسّبوا ليهم كويس قوي وفي الاخر الاهلي تكتشف اني هي ان غلطانة سمحني يا صابر يا جني اني غلطان سمح ابوك موسيقى موسيقى ايلا حصل في بيت الدهب يوم هو الراجل مات ازاي ومين اللي ماتو يا ابني ما تجلتش نفسك اكتر من كده منظل فات فكر في اللي مهي البكرة نشوفها نعم فيه تابني قوك خير خير كتير أردني استعملوا في كل حاجة أقوى سامحني يا ابني سامح أبوك عشان خلط يا ابني انت الدنيا اللي بيشوف بيه الدنيتك كانت ضلمة انت الدنيا اللي بيه انت الدنيا اللي بيشوف بيه ابوك عشاني يا تي اشتركوا في القناة